أعلن الكريملين بأن الولايات المتحدة لطالما قصفت المدنيين واستخدمت السلاح النووي في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية لذلك لا يحق للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يعظى روسيا ويعطيها دروسا وذكر الكريملين بأن الرئيس بلاديمير بوتين شخصية عالمية حكيمة ومثقفة وشدد على أن تعليقات بايدن بأن بوتين مجرم حرب لا تختفر وغير مقبولة إطلاقا من جهة ثانية ذكر الكريملين بأن التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بأطر واضحة يمكن أن يوقف ما يحدث بشكل فوري وقال إن شروط روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا واضحة تماما مؤكدا بأن المفاوضين الروس يبذلون جهودا كبيرة في محادثات السلام وهي أكبر من جهود الجانب الأوكراني وتهم الكريملين أوكرانيا بالمماطلح والتخلص من الأمور عبر إبطاء مسار المحادثات داعيا الجانب الأوكراني إلى مشاركة فعالة في هذه المحادثات